شارك قائد فيلق القدس في الحرس التوري الإيراني إسماعيل قاني في مراسم تشييع الجنرال في الحرس التوري عباس نيل فلورشان الذي قتل الشهر الماضي مع الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت وفقا لمشاهد نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني في بث مباشر ويعد هذا أول ظهور علنية لقاني منذ أن اختفى عن الأنزار قبل أسابيع ما أثار تكهنات بشأن مقتله في غارة إسرائيلية على لبنان أعلن نائب المدرية التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة لطفولة يونيساف تيد شبان أن نحو مليون ومائتي ألف طفل في لبنان باتوا محرومين من التعليم كما نزح أكثر من أربعمائة ألف طفل في الأسابيع الثلاثة الماضية عبرت المنظمة الأممية عن أسفها لضياع جيل في لبنان بسبب هذه الظروف الراهنة بينما نجلس هنا اليوم هناك مليون ومائة ألف طفل حرموا من التعليم مدارسهم العامة إما بات من الصعب الوصول إليها أو تضررت بسبب الحرب أو تستخدم كمأوى للاجئين آخر شيء تحتاجه هذه الدولة بالإضافة لكل ما مرت به هو خطر ضياع جيل شكرا